السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التواصل الشفائي النار سر الطاقة 145 على بركة الله إذن هذا صفحة عندكم وهذا هو النص السماعي أو التواصل الشفائي إذن هذا هو النص السماعي الذي ستسمعه وهذه الأسئلة التي دياله الذي كان في الدليل للأستاذ أنا سأقرأه النص ونجاوب عليك الأسئلة على بركة الله إذن نحاول نفهمه نقرأه بشوية إذن النص يتكلم على النار يعني هو واحد المراحل قطعها اكتشاف النار إذن لا يذكر التاريخ اسم أول من اكتشف النار وصخرها لطهو الطعام وصخرها لطهو الطعام ولتؤنسه ليلة غياب القمر ونجومه ولتمنحه الدفء الذي يحجب عنه شدة البلد ترى ماذا كان شعور الإنسان وهو يرى النار تندلع في الأعشاب اليابسة حين حك حجرين بعضهما ببعض إذن كيف اكتشف النار أنه حك حجرين بعضهما ببعض هل كان حكه للحجرين بحثا عن وميد النار أم إنه كان مجرد تسليه أغلب الظن اسمعوا الجواب إذن أغلب الظن أن الأمر لم يكن بحثا عن وميد وميد نار هو لا يعرفها وإنما كان صدفة عجيبة لأول مرة اشتعلت النار أمام الإنسان فزع لما رآه يعني خاف وخاف ثم تراجع خطوات إلى الخلف وبعض لحظات انتظار وتفكير تشجع واقترب من النار مد يده نحوها فلسعته بلهيبها انتزع يده بسرعة ثم تراجع مرة ثانية إلى الوراء وراح يترقب ما الذي سيحدث وهو ينظر إلى يده التي حمرت جراء لسعي النار كانت النار تتقطق يعني تصدر صوت تقطقه وهي تمدغ أو تمدغ أعواد الشجر الجافة وتنظر إلى الإنسان الذي أوقد شرارتها الأولى في تحذي ظاهر بقي الإنسان على مقربة من الوافد الجديد يترقب فإذا بالنار تخبو قليلا يعني تنطفئ قليلا وكأنها تطلب المزيد من الطعام فهم الإنسان ما تريده النار فأسرع يجمع أعواد الشجر اليابسة ويلقي بها وسطها فإذا بها تتوهج في حين بقيه بعيدا ينظر عاد الإنسان إلى كوخه وهو يحمل في يده الحجرين الذين منحاه هذا الاكتشاف الكبير كان معتزا بنفسه فظل يحمل أنه بقي يحمل هذين الحجرين ظنا بأن النار توجد داخلهما فظل يحمل هذين الحجرين معه في صحوه ونومه يعني باستقاده وفي نومه وفي صفره وفي حله لقد تيقن بأن الحجرين ما بهم يختزنان النار وأنه الوحيد الذي يمتلك هذا السر العجيب هنا كنت تكلم عنها المرة الأولى كان هذا أول تعامل للإنسان مع الطاقة ومنذ داء تلك اللحظة والإنسان يسعى إلى كشف المزيد من أسرار النار التي غيرت أشياء كثيرة في حياة أشغيرات منحته الدفع وفرت له الحماية ضد الحيوانات المفترسة وأدخلته عالم الطهو الذي جعل طعامه طعامه شهية سهل الهضم ومع رحلة الإنسان عبر التاريخ نشوف ده باش غير تطورتش تطورت معرفته بسبب تطوير اكتشافه العجيب وهكذا تحول الحجران الذين أخذ منهما جدوة النار إلى عود اتقاب عود اتقاب عود كبريت عود كبريت ثم ولاعة ثم ولاعة ثم ولاعة في رحلته تلك الرياح التي كانت تدفع سفونه الشراعية والمياه التي ظلت تدير سواقه وبعد ذلك انتقل الإنسان تدريجيا إلى مدى الفحم ثم إلى النفط ثم والغاز الطبيعي وكلها مصادر للطاقة دارت بفضلها السيارات دارت بفضله السيارات واشتعلت بها آلة مصانع ونفتت الطائرة دخانها وضع أضيئة البيوت والشوارع بالكهرباء وها هو الإنسان اليوم يستعيد دورة الزمان ليرجع إلى تطوير مصادره القديمة في إنتاج الطاقة تلك المصادر النظيفة الصديقة للبيئة وعلى رأسها الشمس والرياح والماء يعني هنا واحدة فكرة وأنه في الأول بدب يعني يتمد على الشمس والسدفئة والرياح والماء فإنتاج الطاقة ولكن دابع من داز ودار النفط والفحم والغاز دابع بحال بغي يقول لك أن الإنسان غيرجع إلى الماضي دياله لأنه غيرجع إلى هذه الطاقة النظيفة فكلما وصل إليه مثلت النار فيه الشرارة الأولى إنها بالفعل سر الطاقة الآن دابع الإنسان غيرجع إلى الطاقة الأولى لأنها الضيفة عما يتحدث النص وفي أي زمن بدأ الحديث عن وقائع هذه القصة إذن يتحدث النص عن تاريخ اكتشاف النار والمراحل التي قطع الإنسان في علاقته مع الطاقة إلى يومنا هذا بدأ الحديث في أي زمن بدأ الحديث انطلاقا من زمن الإنسان الأول الذي اكتشف النار أول مرة كيف توصل الإنسان إلى اكتشاف النار؟ وتوصل إلى اكتشاف النار صدفة بعد أن حك حجرين اثنين وحصل شرارة أنتجت نارا كيف إنما اقترب الإنسان من النار في أول مرة ثم هرب منها هرب منها لأنه لم يسبق له أن رآها فخاف منها يدل ذلك على ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على أنه كان حذرا ولا يتق في الأشياء إلا بعد مراقبتها ووضعها تحت المراحظة الشديدة كيف كان الإنسان يراقب النار؟ كان يراقبها بحذر شديد حتى تخبو بأي شيء تعلق الإنسان المكتشف للنار وما رأيك في ذلك؟ تعلق بالحجرين الذين أشعل بهم النار أول مرة لأنه ظن أنهما يختزنان النار بداخلهما ما المراحل التي قطعها هذا الاكتشاف بعد ذلك؟ أخذها معه إلى مسكنه للتدفئة والحماية من الحيوانات المتوحشة والطهو ما الذي ساعد الإنسان على تطوير اكتشافه وإلى ما توصل في النهاية؟ تحول الحجران إلى عود الاتقاب هم ديرين عود الكبريس كسبوتهم عود الكبريس ثم إلى ولاعه بأشكال مختلفة ومع الخشب بدأ رحلته لإنتاج الطاقة ثم استخدام الرياح في دفع أشريعات السفن والمياه تدير مدى 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 الصواق ما أنواع الطاقة التي اهتد إليه الإنسان بعد ذلك؟ اهتد إلى الفحم والنفط والغاز الطبيعي على ما يعمل الإنسان اليوم في علاقته بالطاقة؟ يعمل الإنسان على الرجوع إلى استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة غير الملوثة ألخص أفكاراً نصي شفهياً انطلاقاً من الصور أكتشف الإنسان الأول ما رصد فتاً دون قصد فأخذها إلى كوخه للإضاءة والتدفئة وفي مرحلة متقدمة بعدها اخترع عود التقاب عود الكبريس والولاعة وبعد ذلك استطاع أن يسخر الرياح في تحريك السفن الشراعية والمياه في تدوير الصواق كما استعمل الفحم والنفط والغاز الطبيعي ليعود اليوم إلى البحث عن طرق لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة كما هو الحال في بداية علاقته مع الطاقة نمر إلى سؤال آخر ما المهارة الأكثر حضوراً في هذا النص المهارة التي اعتمد الكاتب هي مهارة التسلسل الزمني للأحداث حيث بدأ من مرحلة اكتشاف النار إلى اليوم ننتج نصاً شفاهياً آخر بأسلوبي مستعيناً بمشاهد الكتاب أرى أن الله كتبنا بأسلوب آخر نحن الله قدرنا أنه ملخص لا يبقى يقول لنا عودة شو هو نفسه فقط أعطي للعقوبة وكتبوا عودة بطريقة أخرى مهم روح لك أنك مستفيد من صحتنا بعد أن التلميذات تسألونا من الصور ويشارك المشاركة وفاهم ليس غير كاتب و يقرأ من الدفتر لحيتي لي الدفتر و يبقى عقل على الأول أخوات ما يقول هذا الشيء و أدي الأستاذ يعني مثلا لمشيت القيسم و قلت الأستاذ حي الدفتر يلا جاوبني؟ يجب أن تجاوبه على الأقل تقول أفكار من هنا و من هنا و من هنا ليس يقول لي والله أنا معاولة على الدفتر اللي انقلت منه كن جميلا طبعي أعتمد كتب من زيارة نقرأ شيء مثلا في الإنشاء ننقل الموضوع من جوجل ماشي موش كيلو لكن مش نقاسم نقدر نسي الدفتر ديالي و نكتبه لعمتي؟ لان عقلت عليه و فهمته و اللي بقاش ديال جوجل و اللي ديالي ولكن لو بتيت نقلتي حرفيا و بتيت نقاسم معتني و أخديت ورقة مزدوجة و كتبتين من الدفتر و انت معارف فيت حاجة هناك لا تستفيد شيئا يا ولدي و يا بنتي والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بارك صلوا على رسولي